موسيقى سوف لن أطيل الكلام فقط أنقل لكم كلمة قرأتها لوزير من وزراء خارجية الولايات المتحدة ومن خلال هذه الكلمة ستعرفون أن ما نحن فيه لم يأتي صدفة وإنما جاء تخطيطا من أعدائنا الذين لا يألون جهدا في شدنا إلى الأرض يقول هذا القود الهيل يقول إذا أردت أن تلغي شعبا تبدأ بشل ذاكرته التاريخية ثم تشوه ثقافته وتجعله يتبنى ثقافة أخرى غير ثقافته ثم تلفق له تاريخا آخر غير تاريخه وتعلمه إياه عندئذ ينسى هذا الشعب منه ومن كان وتندثر معالم حضارته وبالتالي ينساه العالم ويصبح مثل الأمم المنقرضة التي لم يعد لها أثر في هذا السياق سننتقل إلى علم ثاني من آلامنا وهو محاضرة وهو الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث صاحب التاريخ ليحدثنا عن شيخ أفنى حياته في جهد إصلاحي عظيم أراد من خلاله التصدي لمثل هذه المخططات الماكرة بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين سادة سيدات السلام عليكم ورحمة الله أنا سعيد جدا أن أكون في وهران الباهية اللي دي مزاهية وأنا أعرف أن هذا الكلام يزعف الوهرنة لكن أنا نقول أن هذه المدينة تتعرض بسوء من أقلام كثير من الناس ولكن هناك واقع هناك واقع مر جدا في عصر على الأقل الشيخ طيب المهاجي سحب المذكرات وهو رجل يعتبر نفسه أن إقامته في وهران كانت سيئة جدا هذا كلامه وسأفأستشهد به وسعيد جدا أن هذا الرجل الذي سأتحدث عنه قد لعب دورا كبيرا جدا في إذكاء روح اليقظة والوعي في هذه المدينة الجميلة الرائعة المتميزة التي تكالبت عليها الأمم من إسبان وفرنسيين وملطيين وكانت الصورة الوسخة هي التي كانت تنشرها لكو دورا وأنا شخصيا قبلت مديرها الأخير في باريز في 2015 ويحسب نفسه من الوطنيين إضافة إلى ذلك مدينة وهران استقلت عن الإسبان في مرحلة 1792 لم تتنعم بالحياة داخل القطر إلا أقل من أربعين سنة ثم بعد ذلك دخلت في نوم عميق جدا إلى غاية 1962 لكن أنا عندي كلمة رائعة جدا الشيخ الياجوري صاحب لسان حاد هو أشبه بلسان أو لسان ابن حزم وكان محابسي يعني مجمعة رقان تعزمان هو فكان هو الوحيد في هذه الفطرة الذي يزور الشيخ العقبي في سجنه استلقى السومرك معي والشيخ العقبي وقعله إحباط تنرفع الجماعة والغالبة عليه يعني يجب أن نجد للمسلم ألف عذر وعذر لموقع فيه من ظروف خاصة بعد المؤتمر الإسلامي فكان يقول هذا يعني الشيخ استدراك على شيخنا وأستاذنا الأستاذ قسوم قال له شوف والله العظيم غيرنا من احترمش جماعة الطرنطر وتور أنا لا أحترم أصحاب العمائم حتى عمامة بن باديس قال له أنا لا أحترم ولا أجل وإلا عمامة الشيخ الياجوري قالوا لي أن كنت الوحيدة زورتني للحبس وطبعا أنك تزور بواحد في الحبس حتى الآن في وقتنا الحالي شبهة فما بالك ونحن نتصور أنفسنا في أربعينيات القرن الماضي أيها السادة أفاضل عنوان هذه المؤانسة وسأ أحترم الوقت ما استطعت إلى ذلك سبيلا الشيخ الطيب المهاجي الحفاظ على ثوابت الأمة من خلال الجهد الإصلاحي أو الجهد الإصلاحي أنا شخصيا ما نقولش ما نعرفش الشيخ الطيب لكن أعرفه جيدا ولكن متى عرفت هذا الرجل عرفته يوم كتبت في حدود 1996 وتسعين دراسة عن مأساة اغتيال قادة أوراسا ما مشى وهم أبطال متميزون بثقافتهم العربية الإسلامية فكنت أتساءل لما يزور التاريخ وعلى الخصوص في التاريخ الرسمي فقلت لماذا يؤرخون مثلا للطلبة 19 مائل 56 ولماذا تلغي حوليات الجزائر طلبة الزيتون وطلبة القرآن الكريم وطلبة الزوايا وأئمة القرآن الكريم الذين التحقوا عند الصيحة الأولى الله أكبر في نوفمبر 54 فتعرفت على رجل كريم من أبناء الحركة الوطنية والأستاذ غسوم يعرف جيدا وهو سيد محمد الطيب العلوي صاحب الكتاب الرائع الحركة الوطنية والتقيت هذا الرجل في باتنا يوم أكرمت هذا المدينة الراقية مولود قاسم نايت بالقاسم في ذكرها الثالثة وكنت شاب صغير الوقت هذا 96 وحيوي ونقرة ياسر فقال لي أنت تعرف واحد شاب يقول له قاسم زدور قلت له ما نعرفه فكتبت هذا الكلام في 96 اسمعوا كيف ارتبطوا بهذا الشيخ المجاجي الوهراني المتميز المصلح الجميل كتبت واحد الكلام هو موجود في كتابي تاريخ الجزائر المعاصر قلت وموضوع طويل شوية فيه شوية بوليتيك وفيه شوية قراية وفيه شوية زعاف تعجمع الشرق لتدير دولست قلت فصرنا نؤرخ مثلا لالتحاق الطلبة الجزائريين بصفف الثورة انطلاقا من تأسيس اتحاد الطلبة الجزائريين وهم أغلبيتهم طلاب المدارس الفرنسية الفرنكوفان الفرنكوفيل وهذا أنا نسميهم بالفرنسوية رديئة جدا وعلى فالي بسليس قسم ترجمان صحيح سميهم الوايو سيرفيتار لفرنس كولونيال الخدم الأوفياء لا يزالون بيننا إن لم يكنهم فأبناؤهم وأحفادهم إلى اليوم وأنا كنت كلمراني مسؤول على كلام ولا أحمل جمعية العلامة أنا مش جمعية العلامة ثم قلت فأهمل بذلك الطلاب المعاهد والزوايا والكتاتيب وحفظت القرآن الكريم الذين لبوا نداء الجهاد من منطلاق سيحة الله أكبر مدوية من ربوع الأوراس الأشم وصار هؤلاء الطلب الفرنكوفون هم الرواد وأصبح الطلاب المدارس العربية محذوفين من سجل التاريخ لا لشيء إلا لكونهم حفظة القرآن وعلوم اللغة العربية وليس هؤلاء إلى رواد الثورة إذ أن أول شهيد اسمعوا هو الطالب الزيتوني قاسم زيتون خريج معهد بن بديس أصيل مدينة وهران ابن الشيخ الطيب المهاجي أول طالب شهيد هو قاسم زدور صديق ملوت قاسم وهذا الكلام مسجل استقيت هذه المعلومات من محمد الطيب العلوي بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة المغفور له ملوت قاسم الملعقد بباتنا أيام 16-17 نوفمبر 96 وتحدث اسمع جيدا وتحدث المحامي الفرنسي الشهير ذارجاس عن الثورة وتعذيم جبيلة بحيرد وتحدثت لمؤذبها عن تعذيب الطالب الجزائري قاسم زيتون واسمه الحقيقي قاسم زدور ابن الشيخ الطيب المهاجي استشهد خطفة في مدينة وهران في اليوم الأول وعذبوه عذاب شديد ثم أخذوه إلى العاصمة على دياستي وعذبوه ثم ألقوا بجثته الطاهرة النقية في البحر فلفظه البحر إلى وادي الحميز في اليوم أربع نوفمبر ويتكلم والده في مذكراته بشكل رائع جداً ونحن مزورون للتاريخ من حوالي سنة استدعتني مؤسسة كبيرة دستورية وأول وقبل الطعام عرضوا علينا شريط وثائقي اسم عملي اسمه المندبة كبيرة على بالك ولميت مشفار هو الشيخ المتجاوي عرضوا الفيلم والوثائق لا يمكنهم أن يظهروا كلام فيرجس لا يمكننا أن نفلسف الإسلام على كما يقولون المماري فيرجس نظهرها على السنة نحن تعرفوا أنه بابه الشيخ الطيب المهاجي في الفيلم يتكيف الدخان الذي يحوص على أبدا ويأتي في الشريط يتكيف ولبس لي البلودجين كما هذه الدواكرة تعلمين يعني الطيب المهاجي هذا العالم الرباني الشريف الذي لا يكتب إلا عن شرفاء غريس وشرفاء وادشلف وشرفاء القعدة والأمير عبدالقادر وأحمد الشريف السنوسي وكل هؤلاء الرجال الأبطال يورهونا لبس البلودجين ويتكيف الدخان كين كارثة أكثر من هذه الصورة المزورة وأنتم تعلمون في وسائل الإعلام أن الصورة أحسن من ألف مرة من ألف خطبة معنى ذلك أن الولد ما يهدروا وش عليه وبالمناسبة الذي وثق لي دور الشاب قاسم زددور هو محمد بوظياف وهذا الكلام أنا قلته في التلفزيون مش ما تقولوش هذا الشيخ حليق اللحية هذا المؤرخ هذا وقاعد يزور في الكلام حبا في جماعة وهران أنا نقول لكم باللي أنا التقيت في شهر أوت تسعين محمد بوظياث مع الشيح محمد الشريف قاهر رب يرحمه في الخاردين وأنا ثقافتي التاريخية فيما له صيلة بتاريخ الجزيرة الحديث والمعاصر كأبسط الناس اللي موجودين هنا أنا شوي ميدي فيست أنا يمخطص في الأندلس كنت هايل في الأندلس جابوني للثورة والمشاكل انتاح كنت هايل مع ابن الخطيب واللاد والمعتمد وابن حزم ورسائل كنت هايل جابوني للثورة وخلطوني شعبان في رمضان والله غرعت ما يدينيش النوم قعك المابول لذلك سقسيته قتلوا من كتب البيان باللغة العربية اسمعوا هذا كلام بوظيف وأنا سنلتقي إن شاء الله ربي يطول في عمره لأني ما زال ما كملش مشاكل ومشاريعي فقتلوا من كتب البيان باللغة العربية اسمعوا مليه وأنا هذا الكلام قلت له في التلفزيون مع قادة بن عمار وموجودة سور يوتيوب قال كتبناه باللغة الفرنسوية عن طريق الصحفي المعروف الشهيد هذا كان يجابه ملا ناسيون عراب من باريس قال ولكن أعطينا اسمع مليه أعطينا البيان بتاع الفرنسوية لواحد من جمعية العلماء وما كانش واحد يكره جمعية العلماء ويكره ميصاليكي مبوظيف وهذه ركما عارفين مليه قتلوا من قال لي لأذكر شهادة الطيب العلوي ثم ظهرت شهادة العائلة انتاعو إذا كان كاي الناس هنا شهادة العائلة انتاعو سلمت مجموعة وثائق راقية خاصة للمؤرخ الصحفي المتميز محمد عباس ونشر هذا الكلام ومن بعد عرفنا أن البيان الحالي هي من ترجمت وسياغة قاسم زدور قاسم زدور وليد الشيخ الطيب المهاجي صحيح أنه دكتورنا وشيخنا شيخ المؤرخين دكتور سعد الله يقول بلي البيان أو نظمر ماهوش بنفس البلاغة التي يمكن أن يرضى بها واحد كالإمام الإبراهيمي هذا كلام سعد الله ولكن ماهوش بنفس اللغة الراكيكة التي تقرأ عند جماعة لزيكو الفرانكو ميزيلمون وجماعة هذو كاللي حبوا يفسدوا علينا اللسان الطيب اللسان اللغة العربية اللي هي لسان أهل الجنة كما يقول الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي هذه واحدة النحية الثانية جمعية العلماء بيّنت وأفصعت عن منهجها ولا أبي علماء في حارة السقائل مع الدكتور قسوم والدكتور لو سيئة يتسالم شيخنا وأستاذنا وكل الطلبة والطالبات والباحثين والباحثات يعرفوا هذا الكلام اللي رح نقوله ولكن أنا وددت فقط أني ندخل تحت هذا الباب وذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين فأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في يوم 5 مايو 1931 عليّت جماعة من جيل الرواد الذين أنجبتهم الجزائر العريقة تولى رئاستها الإمام عبد الحمد بن باديس وخلفه بعد وفاته في 16 أفريل 1940 الإمام الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وإذا أردنا أن نعرف بالجمعية فلغناً عن تعريف أصحابها لها فهو تعريف شاف كاف فقال المعرف للجمعية ما يلي اسمعوا جمعية إسلامية في سيرها وأعمالها جزائرية في مدارها وأوضاعها علمية في مبدأها وغايتها أسست لغرض شريف تستدعيه ضرورة هذا الوطن وطبيعة أهله ويستلزمه تاريخهم الممتد في القدم إلى قرون وأجيال وهذا الغرض هو تعليم الدين ولغة العرب التي هي لسانه المعبر عن حقائقه للكبار في المساجد التي هي بيوت الله والاستغار في المدارس على وفق أنظمة لا تصادم قانوناً جارياً ولا تزاحم نظاماً رسمياً ولا تضرب مصلحة أحد ولا تسيء إلى سمعته فجميع أعمالها دائرة على الدين والدين وعقيدة اتفقت جميع أمم الحضارة على احترامها وأكبر أهلها وقد عبر بلسان الحال الشيخ مبارك الميلي هذا الكلام في 39 شهاب رقم 166 1939 وفي 22 ديسمبر 37 عبر بلسان الحال الشيخ مبارك الميلي فقال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعملوا على المحافظة على الإسلام الناقي من الخرافات والبريء من كل وعلى العروبة الخالدة العزيزة على كل عربي وكل مسلم وإن لم يكن عربي الجنس فليست هي حزباً خاصاً ولا هي ضد حزب خاص وإنما هي جمعية الأمة المسلمة الزائرية وهذا عمل ينم عن ذكاء فهو يجنبها الصدام على المحتل والعمل بتدرج وهدوء لتحقيق الهدف الأسمى وهو استقلال الجزائر هذه هي مبادئ الجمعية التي انضوى تحتها واحد من المؤسسين من مدينة وهران وهو الشيخ الطيب المهاجي الشيخ الطيب بالمختصر المفيد من موليد 1330 عفواً قدم إلى وهران في 1330 وكان الوضع الاجتماعي في وهران بائس جداً يقول فيه ثم نرجع إلى ما نحن بصدد الحديث عنه أي إقامة في وهران فقد قدمت عليها بعد اختيار سكن الحاضرة فاستوطنت بلدة وهران واتخذتها دار إقامة لي ولكنها ساءت مستقراً ومقامة لأن سكانها إلا من رحم الله لا خلاق لهم ولو مرؤة ولا حياء وكأن الشاعر يعنيهم بقوله آتي الفواحش عندهم معروفة ولديهم ترك الجميل جميل واستوطن في هذه المدينة فطرة طويلة جداً بداية من سنة 1330-1902 وأسس له مسجداً صغيراً وبدأ يشتغل بالوعظ والإرشاد لفطرة طويلة جداً رغم منع السلطات المدنية والأسكرية الفرنسية إعطاؤه رخصة ليقدم به دروس ولكنه استعانى بأهل الخير من أهل لهذه المدينة الطيبة ممن عناهم إلا من رحم ربك وأفادوه وأعانوه لدى السلطات فأعطت له لتدريس بعض الفنون ولا عربية ولا إسلام ولا عقيدة ولهم يحزنون لكنه كان يدرس فجراً من ما بعد صلاة الفجر إلى غاية تقريباً للمغرب هو وشقيقه عبد القادر رحمة الله عليه وأروع ما قرأت لهذا السيد الكريم قال وكان الطلبة ثم أتوقف يقول وكان أخي وشقيقي العلامة عبد القادر رحمه الله يقرأ بعد فراغي من الدروس ما يختاره الطلبة ويقترحونه من المتون رحمه الله وله اقتدار على الإلقاء بأساليب حكيمة حسب ما يقتضيه حال المتعلمين حتى أنهم كانوا يستحسنون دروسه ويرجحونها على دروسي ولولا اشتغاله بالتجارة لا أفاد كثيراً كان واحد في تزير يقول كلام كي ما هذا يقول باللي أخويا خير مني ما كان شالي عمري ما سمعت هنا يا ما سمعت أن أحداً من الناس يستطيع أن يقول أنه فلان خير مني أنا في التدريس أنا دائماً كل واحد يقول باللي فولي أنا هو الطياب وبعدي أنا الطفان لذلك الشيخ الطيب كان مدرس للقرآن الكريم لفترة ولا جد ختمه في فترة تسع سنوات كاملة ثم بعد ذلك أعاد خراءة وتفسير القرآن الكريم في مسجده الصغير ولكن حالة ظروف عائلية كما يقول دون العودة لإتمام ما كان قد بدأه بحسب ما جاء في مذكيراته بالمختصر المفيد سي الطيب المهاجي شخصية كبيرة توفت ذات يوم في حوالي 16 أكتوبر 1969 وكانت له مواقف رائعة جداً من العربية ومن الإصلاح ومن العوائد المنتشرة في مدينة وهران والغرب الجزائري من أضرحة وقبور ومفاسد وحروز وإلى غير ذلك وكان صاحب لسان حاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقد قام بدور كبير جداً في يقظة هذه الجيهة من الوطن العزيز خاصة بعدما انتسب إلى جمعية العلماء المسلمين الزائريين وقد كان واحد من المؤسسين وكان بمعية أفاضل كرام في مدينة وهران كالشيخ الياجوري وغيره قد قاموا بدور كبير جداً حتى ألحقوا هذه المدينة ببقية القطر إصلاحاً ومعرفة ونشراً للسان العربية القويم واستطاع هؤلاء الرجال الكبار من أمثال الشيخ طيب المهاجي أن يؤد واجبهم وله في مذكراته التي سمعته مؤخراً أن مخبر المخطوطات قد أعاد طبع جل الأعمال بما في ذلك دروس نحو الصرف فجزاهم الله عننا وعن الإسلام كل خير ولولا ذيق الوقت لحدثتكم عن أشياء كثيرة جداً لها صيلة بالمرار لها صيلة بالحجاب لها صيلة بالخلافات الموجودة عند الجزائرين في مطقة القرب الجزائري لها صيلة بالزيارات زيارة القبور لها صيلة بمسائل الشرف لها صيلة بالخيانات لكن أختصر في كلمتيني فقط كان لعب دور كبير جداً في 1962 في إقامة الأمن والسلم في مدينة وهران عقب الفرحة الكبرى التي أدت بكثير من المجاهدين لقتل مجموعة كبيرة من الخوانة والحركة الذين بقوا بمدينة وهران وكان الشيخ الطيب يمثل سلطة قوية عند أهل وهران فتوقف القتل عند عشر حتى تدخل أحمد بن بلا وأصدر قرار رسمي بطلب من الشيخ الطيب المهاجي حتى يتركوا الأمر لله عز وجل وحتى يتركوا الأمر للقانون إن كان هؤلاء من لمن ارتكبوا جنايات أو قتل في وضع النهر الأمر الثاني أن الشيخ الطيب المهاجي رحمة الله عليه كان من أولئك الرجال الذين استطاعوا أن يؤرخوا لتاريخ الثورة بشكل رائع جدا والمذكرات هذه التي أملكوا نسختها القديمة كان قد ألفها في 1960 معنى ذلك أن الأحداث عن استقلال لم يتحدث عنها إلا بعد استدراك العمل واستقلال جزائر وطباعة الكتاب هذا الرجل أهمناه ولم نعطيه حقه كبقية الرجال الكبار في هذا البلد وأنا الذي يؤسفني أن كل الكتب التي ترجمت للجزائريين بالفرنسوية وبالعربية والأسف أنا شريك في بعضي هذه الكتب لم تترجم لهذا الرجل الكبير بالرغم أن مهاجة والمهاجيين كثر من علماء كبار ومن علماء الصغار إلى وقتنا الحالي ونطلب من المولى عز وجل أن يوفقنا أن نسجل وأن نعرف بسير هؤلاء الرجال تحت القاعدة الشرعية المعروفة من ورخ لمؤمن فقد أحياه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة